أهلا وسهلا بكم هنتكلم النهاردة عن الطعام المناسب في وقت وضع البيض وأخطاء خطرة جدا وتعمل ايه بعد ما الطيور تتوقف عن وضع البيض طبعا احنا عندنا في فترة وضع البيض لازما انا باهتم بالخضروات ايه فايدة الخضروات؟ فايدة الخضروات ان هي بتسهل عملية نزول البيضة وعدم احتباس البيضة داخل الانثى الحاجة التانية ان الخضروات اللي انا بحطها زي الخص وزي الجرجير والفجل والفلفل دي طبعا كلها بتحفز الذكر على عملية التزاوج وبترفع معدل التزاوج عند الذكر وبترفع معدل الخصوبة طيب في بعض الناس بتحط يعني ايه بتحط كلسم او بتحط يعني فيتامينات كتيرة جدا في فترة وضع البيض طبعا احنا عندنا من علامات اقتراب وضع البيض ان الانثى بتأكل في عظام الحبار بشكل كبير قوي يعني اول ما تلاقي الانثى يعني بدأت تاكل في عظام الحبار او في اللي بيقولوا عليها السبية او بيقولوا عليها لسان البحر لما بتلاحظ ان الطيور بدأت تاكل فيها بشكل كبير ده دليل على ان الانثى اقترب وضع البيض فهي بتبقى محتاجة كلسم فبتاخد الكلسم دوت من عظام الحبار او المحار او السبية او لسان البحر زي ما يعني ايه في يعني كل بلد بتسميها باسم وعين فالمهم ان انت لما تزود الكلسم دوت كمان في المية بيؤدي ذلك الى ان قشرة البيضة بتكون سميكة جدا ولما تكون القشرة سميكة الفرخ لما يجي يطلع من البيضة ما بيعرفش يطلع لان البيضة بتكون سميكة جدا وذلك لكثرة الكلسم ما تنساش ولا تبخل ان انت تعمل لنا اعجاب لان الاعجاب دوت بيساعد في نشر الفيديو وبيشجعنا ان احنا يعني نعمل لكم فيديوهات خلي بالك كويس جدا انت في فترة وضع البيض لازم تهتم بالخضروات وتهتم بالاكل اللين اللي هيرفع كفاءة الذكر للعملية الجنسية وهيسهل على الانثى وديلها معظم المعادن ومعظم البروتونات والعناصر الغذائية عشان الانثى طبعا يعني تضع بيض سليم وتجيب لنا جنين كويس جدا لان البيضة طبعا لما بتكون زغيرة قوي يعني حجمها صغير والبيضة الزغيرة اللي حجمها صغير يعني حجم مشت يعني مش حجم كويس وسط ده دي بتجيب لنا فرخ ضعيف فرخ يعني ايه البنية بتاعته ضعيفة كل ما تكون البيضة كويسة حجمها كويس فبياجي فرخ بيكون كويس حجمه كويس طبعا احنا بنقول ان انت تهتم بالعناصر الغذائية دي طيب لما الانثى تتوقف عن وضع البيض طبعا هي بتبيض يوم وبتريح يوم لما الانثى خلاص خلصت وضع بيض باضت اربعة باضت خمسة ده المعدل الطبيعي لما الانثى تبيض قليل يعني مثلا باضت بيضة واحدة او باضت بيضة اتنين ده قليل جدا فده دليل على اما ان الانثى ديت يعني الانثى ديت في مشكلة اما ان هي عندها نقص في الكلسام عندها سوق تغذية في مشكلة او البيض نفسه يعني تلاحظ ان البيضة نفسها النازلة يعني مفيش القشرة ضعيفة جدا القشرة ضعيفة جدا ده دليل ايضا على ان في سوق تغذية طبعا كثرت وضع الفيتامينات والاشياء في المية يعني ممكن يؤدي الى ان الانثى تترك المية يعني تخيل المية ريحتها مش كويسة فبالتالي الانثى او الذكر مش هيشربه يعني مش هيشربه يعني مش هيشربه وياخد كفايته من المية لان المية هو حاسس ان طعم المية مش كويس ولذلك لما تاجي تحط دوة او تحط فيتامينات او اي شيء معين اه فلازم ان انت تعطش الطائر ولو مثلا في فترة وضع البيض ما ينفعش ان احنا نعطش الانثى ولذلك يعني اقصى حاجة ساعة واحدة ساعة واحدة اه وبعدين تحط الفيتامينات وبعد كده تسيبها مثلا مدة ساعة او ساعتين وبعد كده تغير المية وتحط مية عادية خالص من الفلتر ياريت ان انت ايه اه تحط مية للطيور من الفلتر يعني يكون افضل اه كتير للطيور ما تحطش مية من الحنفية العادية انما حط من الفلتر يكون احسن اه وما تسيبش المية يعني ما تسيبش المية فيها دواء اي دواء اي فيتامينات ما تسيبهاش على طول امام الطائر عشان المية بتبقى ريحتها مش كويسة اه والطائر ما بياخدش كفيته من المية اه وبالتالي بيحصل له مشاكل طيب لما الانثى تتوقف عن وضع البيض في الحالة دي انا بمنع الخضروات تماما اي خضروات اي اكل لين ممنوع تماما في فترة تحضين البيض او في فترة الرقاد على البيض امال بحط ايه هحط بقى الاكل اللي هو الحبوب بس حبوب فقط لان الاكل اللين دوت هيعمل لي مشكلتين اول مشكلة انه هيخلي البراز والفضلات هتكون سائلة فممكن ده يؤدي انه ان لو انثى مش كويسة ممكن يعني اه تلوس البيض اه الحاجة التانية يعني ايه تلوس البيض يعني ممكن الاكل يعني الاكل نفسه لما الانثى بتاكل اه يعني فيه يعني اكل لين بيحصل ان اثر البراز واصر الفضلات بتكون لسه اه لازجة في اه ريش الانثى اه لما بتاقي ترقد على البيض البيض نفسه بيحصل فيه يعني يحصل فيه تلوث وده سبب من اسباب اه موت الفروخ داخل البيضة لان طبعا البكتيريا والاشياء دي كلها اه بتخترق البيضة وبتأدي الى اه موت اه الجنين فشوف يعني مسألة دقيقة جدا هي اه ان انت لما تزود الخضروات او تحط خضروات في اثناء الرقاد على البيض اه البراز بيكون يعني ممكن يعني لين شوية فبيبيلوس الريش الانثى فوهي بتاقي تنام اه فبيحصل مشكلة الحاجة التانية ان الاكل الليين دهوت اه بيقدي الى زيادة اه معدل اه اه الجنس عند الذكر يعني بيخليه عايز يعني ايه اه يقوم بعملية التزاوج اه فده طبعا هيعمل مشكلة للذكر اللي هو واقف بره ففي بعض الذكور بتأدي الى كسر البيض او الى ضرب الانثى عشان ان هو عايزها تطلع بره ويقوم بعملية التزاوج اه ده طبعا يعني نادرا نادرا اما يحصل اه لكن وضع الخضروات في في وقت الرقاد على البيض طبعا الانثى ما بتبقاش عايزة شوف الانثى في في وقت الرقاد على البيض ما بتبقاش عايزة اكل كتير هي بتبقى عايزة بس اكل يدي لها طاقة والحبوب افضل حاجة انما طبعا الخضروات والالياف اه دي مش يعني مش كويسة في فترة اه الرقاد على البيض الحاجة اللي بعد كده ان انت في فترة اه الرقاد على البيض ما تقعدش كل شوية تطلع وتفتع البياضة وتقلب في البيض وتحط اديك في البيض اه يعني مالوش لازمة لان ده هيقدي الى اه عدم شعور الطائر بالامان اه وفى للطائر الامان جدا في فترة الرقاد على البيض وراقب الطائر اه وخش وانت داخل الغرفة بيعني ايه اه ادخل بالراحة خالص اه بدون ازعاج يعني ما تعملش اي حركات يعني فيها ازعاج اه ويشوف الانسة كده هل هي بتنام كويس على البيض ولا هي الانسة اه عندها مشكلة في تحضين البيض ممكن الانسة تكون يعني مثلا ايه اه بتنام بالليل وبتقوم بالنهار او ان هي مثلا بتنام بالنهار وبتقوم بالليل فانت الانسة دي اللاقة في مشكلة عندها خلي بالك لو الانسة بتقوم بالليل يبقى انت هتضطر ان انت تعمل لها اضاءة بالليل اه تحاول ان انت تسيب الانسة طبعا هي الفأس البيض بيتم بعد ستة وعشرين يوم او بعد تمانية وعشرين يوم على حسب درجة الخرارة على حسب درجة الخرارة المهم ان انت سيبهم اه يعني ما تزعجهمش وبعد خمستاشر يوم كده ممكن تكشف على البيض بس ايه بطريقة يعني ايه فيها امان اه لو انت عايز تفتح على البيض يعني خبط على البيضة بطريقة بسيطة خالص مفيش فيها ازعاج للطائر اه اتمنى تكونوا استفادتوا معايا لو انت كملت الفيديو للنهاية ما تنساش بقى تعمل لنا اعجاب وتقول لنا في التعليقات واي سؤال او استفسار اه سبهونا في التعليقات اه واحنا هنقوم بالرد عليه والسلام عليكم